موسيقى Listen 3 أخذنا الحروف المركبة في اللغة الإنجليزية Listen 4 هنأخذ الحروف الصامتة في اللغة الإنجليزية Silence letters in English حروف الصامتة في اللغة الإنجليزية هناك كثير من الحروف الصامتة في اللغة الإنجليزية فبعض الحروف الصامتة لها قاعدة والأخرى ليس لها قاعدة أول حاجة عندنا في الحروف الصامتة حرف E لا ينطق حرف E في نهاية الكلمات مثل But Name Previse Invite Boon Take Hide ولكن يجب ملاحظة أن الكلمات التي تنتهي بـ EE تنطق E طويلة مثل Tree Agree B إذن حرف E لا ينطق في نهاية الجملة ولكن إذا جاء EE ينطق E طويلة بعد كده عندنا حرف K حرف K يكون صامت لو جاء بعده حرف N مثل No Knowledge Night Note بعد كده عندنا حرف L يكون صامت في كلمات مثلة Should Would Could Could بعد كده عندنا حرف G حرف G يكون صامت عندما يأتي بعده حرف N Resign Foreign Signature بعد كده عندنا حروف GH تكون صامتها في أغلب الأحيان في اللغة الإنجليزية مثل High Fight Neighbor Site Boat Bright Night Might Right ولكن ليس في كل الأحيان لأن حرف GH ممكن أن ينطق في بعض الكلمات ينطق في نهاية الكلمة وينطق F مثل Rough Love وممكن أن ينطق G في بداية الكلمة زي Ghost إذن حروف GH غالبا ما تأتي silent في اللغة الإنجليزية ولكن في بعض الأحيان تنطق في نهاية الكلمة أو في بداية الكلمة مثل Rough Love Ghost بعد كده عندنا حرف W هارف W يكون صامتا لو جاء بعده هارف R مثل Right Wrong Writing بعد كده عندنا حرف N هارف N يكون صامت لو جاء قبله M في نهاية الكلمة مثل Autumn دعم إذن حرف N يكون صامت لو جاء قبله M في نهاية الكلمة بعد كده عندنا حرف T حرف T يكون صامت في الكلمات مثل Listen Listener Mustn't بعد كده عندنا حرف D يكون صامت في كلمة handsome حرف D يكون صامت في كلمة مثل handsome بعد كده عندنا حرف C حرف C يكون صامت إذا جاء بعد حرف S مثل Scientist Science Sin بعد كده عندنا حرف P حرف P يكون صامت إذا جاء بعده حرف S أو حرف B أو حرف T مثل Psychology keyboard Reset بعد كده عندنا حرف B يكون صامت في نهاية الكلمة التي تنتهي بي M B مثل Pom Tom Com إذن حرف B يكون صامت في نهاية الكلمة التي تنتهي بي M B بعد كده عندنا حرف R حرف R يكون صامت في نهاية الكلمات في اللهجة البريطانية British accent مثل Ticho Acto Mayo ولكن ينتق في اللهجة الأمريكية American accent بعد كده عندنا حرف R يكون صامت إذا جاء بعده حرف Second وذلك في اللهجة البريطانية فقط British accent مثل Bird Artist Girl بعد كده عندنا حرف H حرف H لا ينتق إذا جاء قبله حرف W مثل What Why Wipe Will White إذن كده أخدنا الحروف الصامتة في اللغة الإنجليزية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة